ننتقل إلى نادي الأهلي كابتن محمود الخطيب طبعا تبعنا أداء نادي الأهلي مؤخرا التعادل الثاني على التوالي ومن ثم كابتن الخطيب رئيس نادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم بيعقد اجتماع النهاردة الظهر مع لجنة التخطيط برئاس طبعا كابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وطبعا حضر الاجتماع ده كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة وبيشهد الاجتماع بقى منقشة لكافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات اللي فاتت على رأسها طبعا أسباب تباين المستوى والنتائج الدزبزب اللي احنا لحظناه في أداء نادي الأهلي مؤخرا خاصة ان احنا دخلين على محتركات فرقية محتركات عالمية الشهر الجاي عندنا كأس العالم للأندية وبعد كده يعني ما يصار عن فكرة حالة التشبع من الإنجازات من البطلات خاصة بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم اللي فات في عدم تركيز كده عند بعض العناصر في الفريق الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي مع محبي ومع مشجيع وشفنا برضو يعني المشادة كده اللي حصلت ما بين أحد المشجعين في نادي الأهلي بعد المطش مبارح مع سموحة ومع كابتن مارسل كولر ده أبرز ما أثير في اللقاء الخاص ما بين كابتن محمود الخطيب مبارح أو النهاردة الظهر ولجنة التخطيط كمان كان فيه اجتماع مهم النهاردة برضو حصل مع كابتن الخطيب ومارسل كولر المدير الفني وكان خالد بيبو مدير الكورة كان حاضر في الاجتماع كابتن الخطيب تحدث بوضوح جدا عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل عن تطبيق اللوائح العقوبات على الكبير قبل الصغير فضلا عن الأسباب اللي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر منه خاصة زي ما احنا قلنا ان احنا دخلين على معتركات أفريقية وعالمية منظومة مش لا يتعلق فقط بالدوري المحلي وكمان كابتن الخطيب في الاجتماع مع مارسل كولر بحضور خالد بيبو بيشدد على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعا وإزاي ان مارسل كولر أو الإدارة الكورة في نادي الأهلي بتخلق دوافع جديدة للعيبة علشان نادي الأهلي يقدم ما يليق بالكيان كيان النادي الأهلي بقدرات لعبة النادي الأهلي وطبعا الجهاز الفني للنادي الأهلي طيب احنا طبعا هنتكلم باستفادة مع ضيفنا النهاردة في كواليس ما دار ما بين كابتن محمود الخطيب هو ما بين إدارة الكورة في التخطيط في نادي الأهلي وكانان طبعا مارسل كولر بحضور كابتن خالد بيبو لسه معنا أخبار مستمرين معكم في أخبار النادي الأهلي تحدى الأفريقي نرد الكرة القدم كاف يقرر تعديل موعد مباراة نادي الأهلي وشباب بلوزاد الجزائري بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر أنها تقام في القاهرة المباراة كان محدد لها يوم 9 ديسمبر اللي كان يوم السبت يعني الكاف قرر أنه يقدم موعد المباراة 24 ساعة مباراة إن شاء الله ستبقى يوم الجمعة 8 ديسمبر ساعة التاسعة مساء ما بين الأهلي وما بين شباب بلوزاد الجزائري هنا معروف طبعا نادي الأهلي في الوقت الحالي بيستعد لمواجد يانج أفريكانز التنزاني الماتش ده إن شاء الله سيبقى يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري الأبطال زي ما تابعنا شفنا إن الفريق في الجولة الأولى حقق نتيجة إيجابية على ميديمة الغاني بنتيجة 3-0 طيب لسا مستمرين برضو معاكم في أخبار نادي الأهلي بس هنا لجنة المسابقات بقى في ربطة الأندية المحترفة بتقرر تأجيل مباراة إحنا زي ما تابعنا في الخبر اللي قبليه إن الكاف أعلن تقديم مباراة نادي الأهلي مع شباب بلوزاد إنه يبقى 8 ديسمبر يوم الجمعة فده أثر على المتشاط بتاعة نادي الأهلي في الدوري المحلي أو في البطولات المحلية بشكل عام علشان كده لجنة المسابقات بربطة الأندية المحترفة بتقرر تأجيل مباراة النادي الأهلي من فريق زد بالجولة التمنى من منافسات دوري النيل واللي كان مقرر لها إنه هي تبقى يوم يوم 6 ديسمبر المقبل إلى أجل غير مسمى زي ما قلنا بسبب إن الكاف قدم مطش الأهلي مع شباب بلوزاد عشان يكون يوم 8 يوم 8 ديسمبر يوم الجمعة